بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم أخوان الطلاب والطالبات كلنا وصلنا إلى الوحدة الخامسة من هذا الكتاب وهي بعنوان Problem Solution Is Says المقالات التي تطرح مشكلة وتقدم حلول لهذه المشكلة واضح يعني من العنوان أنك سوف تتحدث عن مشكلة وثم تطرح حلولا لها طيب نبدأ القراءة والتعليق بشكل مفصل نقول بسم الله What is a problem solution is say يعرف لنا هذا النوع من المقالات A problem solution is say is written to identify and explain a problem and offer one or more solutions نكتب هذا النوع من المقالات لتحديد مشكلة ما وشرحها ثم تقديم حل أو أكثر له هذا باختصار It is a very common essay type in standardized exams وهذا النوع من الإسايات يأتي يقول في الاختبارات الموحدة And in classroom assignments وأيضا يعني تعطى كواجب من واجبات داخل الفصل الدراسي للطلاب While it is simple to organize it sometimes requires doing some research من حيث المبدأ هي يقول بسيطة أن تكتبها ولكن أحيانا يلزمك أن تعمل المزيد من البحث لماذا؟ لأن البحث عن إثارة مشكلة أن تقول مشكلة معينة تذكرها هذا سهل لكن الحلول هذه تحتاج إلى بحث أليس كذلك؟ ثم يقول Typically the introductory paragraph presents the problem الآن سيعطينا مقدمة سريعة عن مخطط هذه الإساي يقول بشكل عام Typically the introductory paragraph presents the problem في براقراف المقدمة ماذا نفعل؟ نطرح المشكلة للقارئ This may include background information about the problem وهذا قد يتضمن ماذا؟ أنك تعطي معلومات عن خلفية هذه المشكلة معلومات ممكن تكون تاريخية مثلا عن هذه المشكلة بمعنى Is this a new problem؟ هل هذه مشكلة حديثة التي تطرحها؟ Has the problem existed for many years؟ أم أنها موجودة من عدة سنوات؟ كذلك هذا كله في المقدمة يكون They say then explains why the problem is significant كذلك هذا الآن نتكلم نحن عن المقدمة وممكن أيضا نذكر في المقدمة أو حتى في الbody paragraph لكن الآن خلينا نركز على المقدمة لأنه بعد شوي حتشوف في أنماط مختلفة من طريقة كتابة الproblem solution ما عندنا نموذج واحد عندنا عندة نماذج بعدها قليل يأتي بالتفصيل أما الآن نحن نتحدث عن الintroductive graph ماذا أضع في الintroductive graph؟ وقال بشكل عام شكل عام تحدد المشكلة تطرحها تعطينا معلومات عامة عنها عن خلفيتها عن تاريخها هل هي جديدة هل هي حديثة هل هي قديمة؟ ثم بعد ذلك تقول لماذا أنت تطرح هذه المشكلة؟ يعني أنت ليش مشغلنا؟ ما أهمية أنك تطرح مثل هذه المشكلة وتشير إليها؟ لماذا تريد الناس أن يعرف عنها؟ تذكر ذلك The writer must get the writer interested in the problem وخلال هذه المقدمة لازم أنت تلفت انتباهي يعني تخليني أتشوق لأن أقرأ من خلال المقدمة وهذا سمت كل المقدمات اللي رأيناها في أنواع المقالات السابقة أنه لازم أنا أحفز القارئ أنه يستمر في القراءة بطريقة أو بأخرى أو بأسلوب أو بآخر طيب هذا كله في المقدمة الآن نأتي للbody paragraphs يقول the body paragraphs offer possible solution أنت الآن طرحت المشكلة ولفت انتباهنا لها وتشوقنا لمعرفة حلول هذه المشكلة تبدأ بطرح الحلول وين في الbody paragraphs الbody paragraphs تطرح الحلول يقول possible solutions الحلول الممكنة The information here should explain why or how the solution will be effective في الbody paragraphs لما تطرح الحلول ممكن حل واحد ممكن اثنان ممكن ثلاثة حسب لكن كلما طرحت حلا لازم تبين لي لازم تشرح لي لماذا هذا الحل برأيك سيكون ناجئ هل فعلا راح يحل المشكلة أم لا لازم تقنعني تعطيني أمثلة وتفاصيل One solution can be presented with two or three points or two or three solutions can be presented أنت ممكن تعطينا حل واحد وتناقش كل البارغراف فيه وممكن تعطي عدة حلول وتفصل كل حل في بارغراف لوحده وتقدم على كل حل عدة نقاط لكي توضح هذا الحل هذا الآن كلام عام سوف يأتي الآن بعد قليل التفصيل انتهيت من عرض الحلول وشرحتها لنا ووضحتها لنا تأتي الآن دور ماذا الكونكلودينج بارغراف البرغراف الختامي البرغراف الختامي ستعيد التذكير بهذه الحلول ستلخص النقاط الرئيسي يعني الحلول ثم بعد ذلك سوف يجوز لك أن تدعو الناس إلى اتخاذ إجراء ما مثلا تعطي توصية أو خطوات تطلب القارئ أنه يقوم بشيء معين من تجاهه لكي يحل المشكلة هذا يكون وين في الكونكلودينج بارغراف النقطة الرئيسية في الكونكلودينج بارغراف أنك تلخص الحلول وقد انظرها وقد تطلب من القارئ أن يشارك في الحل أو توصية معينة أو خطوات معينة هذا اختياري الموضوع أما هذا إجباري هنا أن تلخص هذا الجزء يجب أن تناقشه مع أستاذ المادة هل يا أستاذ يكفي أن يلخص الحلول الأستاذ ممكن يقول لك أي ويكفي أو يقول لك لا لازم تلخص الحلول وهنا تقترح شيء على القارئ أن يقوم به عموما الآن يقول بشكل عام الملخص لهذا الكلام كل الذي قلناه ستجده هنا في هذا المخطط السريع إذن هذا كل مقدمة ثم هنا يكون البادي باراكراف ثم هنا الكونكلوجين المقدمة تطرح المشكلة وتعرف بها تعطي معلومات تاريخية إلى آخره ثم بعد ذلك يكون في البادي باراكراف هي الحلول حل أو أكثر ثم التلخيص النقاط الرئيسية يعني الحلول وتشجيع القارئ على ممارسة دوره في حل هذه القضية هذا بشكل عام الآن سندخل في التفاصيل بعد قليل يقول هنا في المقالة التي تطرح مشكلة وحلول الكاتب قد يختار قضية معينة لها عدة حلول طبعا هنا هذا ما يحدث يعني الأستاذك في العادة ما بيقول لك روح انت ابحث عن موضوع أو مشكلة ثم اطرح لها حلول لا في العادة عادة يأتي لكم المدرس أو معلم المادة ويقول القضية الأولى القضية الثانية القضية الثالثة هذه الثلاث قضية اختر واحدة منها ثم يقدم لها الحلول ولكن هنا افتراضين يقول لو قالوا لك مثلا ابحث عن قضية معينة أنت اختر قضية معينة واخترت قضية معينة ولكن هذه القضية المعينة والمشكلة لها عدة حلول طيب ماذا أفعل؟ يقول في هذه الحالة The writer might choose to write about the best solution أنت ممكن قضية معينة لها عدة حلول قد تختار حل واحد لتكتب عنه على سبيل المثال لو أن الموضوع كان أو القضية أو المشكلة هي مشكلة الحجم الهائل للنفايات الذي يلقى في مكبات النفايات وكان صاحب المقالة يريد أن يركز على حل واحد وما هو هذا الحل؟ والله مقاطعة المنتجات البلاستيكية